السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إزايكم حبيبي يا رب كلكم طيبين وبخير وأهلا بكم جميعا في قناتي مروة زهرة إن شاء الله النهاردة هقدم لحضراتكم الدرس التاني من الوحدة التانية العلاقات الغذائية في مادة العلوم لصطف الخامس عنوان الدرس النهاردة التوازن البيئي هنشرحه مع بعض الطرقة بسيطة جدا وملخصة إن شاء الله بإذن الله الفيديوهين ينزلوا لحضراتكم النهاردة ياربكم بقدم لكم علومة مفيدة وبتمنى كلكم تدعموني بأكبر عدد من اللايقات للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على علامة الكل عشان يوصلكوا إشعارات بالفيديوهات الجديدة اللي أنا هنزلها إن شاء الله أول حاجة عنوان الدرس النهاردة بالعنوان النظام البيئي يعني إيه كلمة نظام بيئي؟ يعني المكان اللي أنا عاش فيه ده عبارة عن مساحة طبيعية بتحتوي على كائنات حية ومكونات غير حية كلام بسط جدا مساحة طبيعية موجود فيها كائنات حية زي الإنسان أو الحيوان أو النبات أو بوجود فيها كمان إيه مكونات غير حية زي المية والهوى والطربة دي اسمها النظام البيئي وبيجيب لي في الدرس وبيعرف لي يعني إيه كلمة نظام بيئي النظام بيئي أو منكن يجيلك السؤال في الامتحان من مكونات النظام البيئي أنت تكتب كائنات حية ومكونات غير حية الكائنات الحية تبقى عارف إن هو الإنسان والحيوان والنبات المكونات الغير حية تبقى عارف انه هو الماء والهواء والطربة رقم اتنين يتكلمني وبيقول لي انواع الانظمة البيئية ايه الانظمة اللي موجودة داخل البيئة اللي انت عايش فيها عمدك حاجة اسمها نظام صغير المساحة ونظام كبير المساحة الانظمة الصغيرة المساحة ده زي ما يكون عندي كده قطعة من الارضة او بركة ماء طيب النظام الكبير المساحة ده بيكون عبارة عن ايه بيكون عبارة عن الصحراء او الغابة او المحيط يعني مكان واسع جدا زي الصحراء مثلا او الغابة او المحيط وبعد كده بيتكلمني على العلاقات الغذائية داخل النظام البيئي وبيقول لي طبعا ان موجود في علاقات غذائية كتير جدا داخل النظام البيئي زي العلاقة بين النبات والطربة النبات ما يقدرش يعيش من غير ما يكون موجود في طربة عشان كمان النبات بيمتص من الطربة الماء والاملح عشان يقدر يكون الغذاء بتاعه كمان بيقول لي ان فيه علاقة بين النبات والحيوان وفيه علاقة بين الإنسان والحيوان دي كلها علاقات موجودة داخل النظام البيئي الكلام ده مش حفظ عليك أبدا أنا عايزك تفهم وتبدأ تعبر بالطريقة بتاعتك إنت فيم تقيم اللي أنا قرته لك دلوقتي أهم حاجة عندي تعريف النظام البيئي مكونات النظام البيئي أنواع الأنظمة البيئية زي ما أنا ذكرت لك دلوقتي هنتنقل على رقم 2 وبيحكي على تعريف حاجة اسمها التوازن البيئي في البداية بيقول أن التوازن البيئي ده بيحصل نتيجة التفاعل المستمر بين مكونات النظام البيئي لما بيحصل تفاعل مستمر بين مكونات النظام البيئي يبنع أنه بيحصل تفاعل بين الكائنات الحية وبين مكونات الغير حية يعني بيحصل تفاعل بين الإنسان والحيوان والنبات والمية والهوى والطربة فبالتالي بيحصل التوازن البيئي ده طب يعني إيه كلمة التوازن البيئي؟ هو التوازن الذي يحدث من تعريفه انت فهمت اللي انا قلتولك فوق هتبدأ تعرف من نفسك التوازن البيئي ده هو التوازن الذي يحدث نتيجة التفاعل المستمر بين مكونات النظام البيئي ده كلمة التوازن البيئي هو التوازن الذي يحدث نتيجة التفاعل المستمر بين مكونات النظام البيئي والتعريف مهم جدا وعليكم لازم تبدأ به في الدرس لو انت مستطعب الدرس تعرف تعريف النظام البيئي وتعريف التوازن البيئي رقم اثنين بيتكلملي على العوامل اللي بتأثر على التوازن البيئي ايه اللي بيحصل عندي ويقدر يعكعكلي او يقدر يعملي خلل في التوازن البيئي ده الاول حاجة عندي حاجتين هما اللي لهم تأثير كبير جدا على التوازن البيئي علاقة اسمها علاقة الافتراس وعلاقة اسمها علاقة الترمو وشرحنا الكلام ده في الفيديو الصابق علاقة الافتراس دي قالك اول حاجة اهميتها ايه او بتعمل على ايه علاقة الافتراس دي أولا قال لي أن علاقة الافتراس دي بتعمل على تنظيم وسبب أعداد جماعات الفرائس وكمان بتخلصنا من جماعات الفرائس بتخلص جماعات الفرائس من الأفراد الضعيفة الكلمتين دول مهمين جدا ولازم يجوا في كل امتحان من امتحانات العلوم تعمل علاقة الافتراس على تنظيم وسبب أعداد جماعات الفرائس تخلص جماعات الفرائس من الأفراد الضعيفة ده أهم حاجة عايزك تحفظها وتركز فيها ده أول سؤال عندك في امتحان العلوم تعمل علاقة الافتراس على تنظيم وسابات أعداد جماعات الفرائس ودي مهمة جدا طيب السؤال التاني بيقول لي إيه اللي بيحصل لما بيحصل غياب للكائنات المفترسة هيحصل إيه؟ لو الكائنات المفترسة ده حصل لها غياب أول حاجة قالك هتزداد أعداد الفرائس ده رقم واحد رقم اتنين هتموت الفرائس دي من الجوع وهيبدأ يحصل عمدي اختلال في التوازن البيئي كلام بسيط جدا أنا بقوله لك بشكل ملخص مش عايز أطول في الكلام والحكاوي علشان تقدر تستفيد من الفيديو وتقدر تحفظ لو أنت مستصر على الكلام ده السؤال ده مهم جدا برضه إيه اللي بيحصل لو حصل غياب للكائنات المفترسة بتزداد أعداد الفرائس رقم اتنين تموت الفرائس جوعا رقم تلاتة بيحصل اختلال التوازن البيئي بعد كده بدأ يشرح عندي حاجة اسمه ترمم وبيقول إن الترمم دي لا أهمية كبيرة جدا في إن هو يحافظ على التوازن البيئي وبيعرف لي الأول الكائنات المترممة دي زي البكتيريا والفطريات وبيقول إن الكائنات المترممة دي في البداية بتتغذى أصلا على جسس الكائنات الميتة بتبدأ تعيش جواها كده وتاكلها لحد ما تخلص البيئة منها يعني أنت ممكن تعبر عنها بطريقتك إن أنت تقول إن الكائنات المترممة دي بتخلصنا من جسس الكائنات الميتة وبعد كده بتعمل إيه؟ بتعمل حاجة مهمة جدا بتعمل إعادة للعناصر الكيميائية بتبدأ تطلقها تاني للبيئة مرة أخرى زي إيه العناصر الكيميائية دي؟ زي الكربون والفوسفور والنيتروجين بترجع تعمل لها إطلاق تاني مرة تانية إلى البيئة مرة أخرى هي في البداية بتبدأ تاكل جميع الجسس الكائنات الميتة اللي موجودة حواليك في البيئة أو في المكان اللي إنت عايش فيه قطة ميتة كلب ميت الكائنات المرممة دي بتبدأ تاكلها 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 لحد ما انت تيجي تبص تلاقي مثلا كان في قطة هنا ميتة تبص ما لاقيش القطة دي عادت موجودة ايه اللي حصلها؟ الكائنات المترممة دي بدأت تاكلها كلها وخلصت عليها كده يبقى خلصتنا من جزء الكائنات الميتة هل رقم اتنين ان هي بتبدأ تعمل اعادة للعناصر الكيميائية اللي موجودة في البيئة بتبدأ تطلقها مرة تانية في البيئة يعني تبدأ تخرج لنيتروجين والفوسفور والكربون دي اسمها الكائنات المترممة بتبدأ تعمل الموضوع دا والسؤال دا مهم جدا بيجي يقولك في الامتحان ايه فائدة الكائنات المترممة لازم السؤال دا يكون عندك في الامتحان اذكر فائدة الكائنات المترممة انت هتجاوب كلام سهل جدا تخلصنا من جزء الكائنات الميتة تقوم باعادة العناصر الكيميائية مرة اخرى الى البيئة مثل الكربون والنيتروجين والفوسفور كلام سهل جدا بعد كده بيقول أن الإنسان بيقدر أنه يستفيد من الكائنات المترممة دي في بعض الصناعات زي صناعة اللبن الزبادي صناعة الورق صناعة الجبن صناعة الخلص صناعة دماغة الجلود وصناعة البنسلين عندي الكاديلية الفايدة اللي بترجع للإنسان من الكائنات المترممة اللي هي يبدأ يصنع منها اللبن الزبادي ده أبسط حاجة وبيجي في السؤال في الاختيارة على طول من الكائنات أو من الصناعات الناتجة من الكائنات المترممة تبدأ أنت تكتب لو اختياري أو أكمل الجبن لخل اللبن الزبادي كل ده بيكون موجودة عندك في الاختيار بعد كده بيقول لي سؤال ماذا يحدث عند غياب الكائنات المترممة هيحصل إيه؟ لو الكائنات المترممة دي مش موجودة في البيئة اللي انت موجود فيها إلا هيحصل طبعا جميع الجسس الكائنات الميتة هتغطي سطح الأرض وكمان هيبدأ تحصل العناصر الكيميائية دي زي القربون والفوسفور دي هتفضل محبوسة داخل أجسام الكائنات الميتة ومش هتقدر ترجع للبيئة تاني وهيحصل تختلال في التوازن البيئي يبقى هو أول حاجة يغطي سطح الأرض جسس الكائنات الميتة تظل العناصر الكيميائية مثل القربون والفوسفور حبيسة داخل أجسام الكائنات الميتة ولا تعود للبيئة وبيحصل اختلال في التوازن البيئي بعد كده السؤال المهم برضو بيجى في الأكمل أسباب اختلال التوازن البيئي إيه اللي بيحصل عمدي إيه اللي بيخلي في عمدي خلق في التوازن البيئي الحاجتين التغيرات الطبيعية ورقم اتنين تدخل الإنسان افهموا الكلام ده كويس جدا عشان الكلام ده مهم ده بيعتبر آخر حاجة في المنها quasi خالص وإنتو بتقوم ميكستلين تذكروا بس بيبقى مهم وبيجى في الامتحان أسباب الاختلال التوازن البيئي أو الحاجة التغيرات الطبيعية زي الكوارث الطبيعية وتغيير المناخ ونقص الغذاء كل التغيرات دي بتخلي بتعمل على اختفاء بعض الكائنات وبتبدأ تظهر لكائنات أخرى زي مثلا ما حصل حدوث انكراض للديناصرات أو المموس دي اسمها الكائنات المنقرضة الديناصرات الديناصرات دي انكترت بسبب التغيرات الطبيعية يجي يقول التغيرات الطبيعية زي ايه زي الكوارث زي تغيرات المناخ زي نقص الغذاء دي كلها اسمها التغيرات الطبيعية رقم اتنين بقى دي الحاجة البلوة التقيلة البلوة التقيلة دي اللي هو تدخل الإنسان لما الإنسان بدأ يتدخل في البيئة ويقوم ببعض الأنشطة بقى ده أدى لحدوث اختلال في التوازن البيئي طيب إيه النشاط اللي الإنسان عمله وخلى فيه اختلال في التوازن البيئي الأول حاجة زي قطع الأشجار وحلط الغابات وتلويس البيئة وتجريف التربة كل دي اسمها أدشطة الإنسان بدأ يعملها أدت إلى حدوث اختلال في التوازن البيئي هنقولهم تاني معاكم إيه الأنشطة للإنسان عملها عشان يحصل خلل في التوازن البيئي الأول حاجة قطع الأشجار حرق الغابات تلويس البيئة تجريف التربة ده شرح الدرس بطرقة بسيطة جدا وسهلة مفيش يسهل من كده كلام إن شاء الله كل الورقة هنزلوا لحضراتكم على جروب بتاعي على الفيسبوك يلا نزاكر مع مصمار وزهرة ربكم بقدم لكم علومة مفيدة دعواتي لكم حبيبي بالتوفيق والنجاح كنت معاكم مرو وزهرة